تحت هاشتاك أهلا أحرار الجمهورية انطلقت اليوم حملة إعلامية واسعة النطاق استقبالا للأبطال المحررين من سجون ميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من إيران التقريد التالي يحكي جزء من معاناة الأسرى في سجون الميليشيات في لحظة انتصار إضافية في تاريخ اليمن الكبير تستقبل جميع الأطياف والمكونات العسكرية والمدنية في المحافظات المحررة تستقبل الأبطال المحررين من سجون ميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من إيران بعد سنوات من المعاناة قضاها الأسرى في سرديب وأقبية الكهنوت الحوثي احتفاء بهذه المناسبة انطلقت في تمام التاسعة من مساء الجمعة حملة إعلامية واسعة النطاق تحت هاشتاك أهلا أحرار الجمهورية تكريما لتضحياتهم وصمودهم التي جسدت التعبير الحقيقي الساطع عن إرادة الجماهير ويقبع آلاف المختطفين معظمهم مدنيين في سجون ميليشي الحوثي في ظروف مميتة فيما زجت هذه الميليشيا بمئات الفتيات في معتقلات سرية لفقت لهن جرائم شرف لقد حولت ميليشي الحوثي أجزاء واسعة من المناطق والمدن التي تسيطر عليها حولتها إلى أوكار للسجون والمعتقلات العامة والسرية تخفي فيها آلاف المختطفين من المعارضين والناشطين والمناهضين لها وتمارس بحقهم صنوف العذاب النفسي والجسدي وتتاجر بحريتهم مقابل المال وبعد أن امتلأت السجون العامة بالمختطفين حولت الميليشي الحوثية أقسام الشرطة إلى معتقلات كما عملت كذلك مع المنشآت والمباني العامة الرياضية والصحية والتعليمية والتي جعلتها أماكن للاحتجاز والإخفاء والتعذيب وتتوسع سجون الحوثيين وتتمدد على مناطق نفوذهم وتعد من أولويات توسعهم في مناطق جديدة حيث كشفت تقارير حقوقية عن تزايد أعداد السجون والمعتقلات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي خاصة في العاصمة المختطفة صنعا وتقول وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية وتقارير حقوقية أخرى إن عدد المختطفين والمحتجزين تعسفيا بلغ 14 ألف شخص في سجون الحوثيين بينهم سياسيون وكتاب وصحفيون ومدونون بشبكات التواصل واتخذت ميليشيا الحوثي لاختطاف وسيلة للتراء المالي حيث تشترط الحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن المعتقلين الذين اختطفتهم من منازلهم أو من أماكن عملهم أو أثناء مرورهم في الشوارع والأحياء وفيما يتعامل الحوثيون مع ملف المعتقلين كسلاع تجارية بذلت الحكومة وتبدل جهودا كبيرة وتقدم التنازلات والتنازلات للإفراج عن جميع المختطفين من العسكريين والمدنيين ويتعرض المخطوفون في سجون الحوثي لشتى أنواع التعذيب النفسي والترهيب والتهديل بالقتل وإجبارهم على الاعتراف والإقرار بتهم ليس لهم أي صلابها وأصيب عدد من من أفرج عنهم من سجون الحوثيين بأزمات نفسية مردها إمعان الميليشيا في إذلال وتعذيب المختطفين والمختطفات والمخفيين قسرا بتزامن مع منع أسرهم من زيارتهم ويتعرض المختطفون في سجون الميليشيا الحوثية لتعذيب حتى الوفاء حيث قتل عشرات السجناء في الزنازين فيما أصيب كثير من نجى منهم بإعاقات جسرية ونفسية سيعانون منها بقية حياتهم وفي سابقة لم يعرف اليمن لها مثيل في تاريخ تواضب عناصر الحوث على اختطاف النساء والإمعان في ممارسة الانتهاكات بحقهن وإجبار بعضهن على التجنيد وحمل السلاح وإرسالهن للجبهات بغرض الطبخ لمقاتلهم كما جندت الميليشيا بالإكراه بعض الفتيات للإيقاع بمسؤولين يمنيين في عدة بلدان وتصويرهم في مشاهد مخلة من أجل الضغط عليهم مستقبلاً وابتزازهم مالياً وتلجأ الميليشيا إلى تلفيقتها من تتعلق بالأعراض والشرف ما يعرض المختطفات لتداعيات كارثية حتى بعد الإفراج عنهن